اشتركوا في القناة اثناء حمله جنينا في بطن أمه قبل أن يولد وذلك بتوفير الراحة البدنية والنفسية لأمه لانعكاس ذلك عليه بل امتد الاهتمام إلى ما قبل التفكير في الزواج وذلك باختيار الزوجين الصالحين ليورث أولادهما الصفات الطيبة المادية والمعنوية وذلك لأن اتقان التربية من أيامها الأولى تقوية للأساس الذي تبنى عليه حياة الطفل وذلك لأصالة أثر التربية وامكها في نفسه ومن مظاهر الرعاية الأساسية وجوب إرضاع الطفل مدة كافية حتى يمكن أن يستعمل غذاء آخر ولبن الأم فيه من العناصر ما لا يوجد في غيره حتى في لبن أم أخرى وليس هناك تحديد لمدة الإرضاع عند استعداد الطفل لتناول غذاء آخر ولكن عند تنازع الوالدين تكلف الأم بإرضاعه حولين كاملين وقد قرر الأطباء أن إرضاع الأم اللبأ لولدها يفيده إفادة كبيرة واللبأ هو اللبن المركز المختزن في الثديين مدة الحمد وأوجبه أئمة الشافعية كما قرروا أن الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية ومن الرضاعة من مرضعة أخرى وذلك لتناسب التركيب الغذاء أو العضوي بين الأم والدها بالإضافة إلى أن عملية الإرضاع الطبيعي تنشط الجهاز الهضمي للمرأة وتحمله على الحصول على المواد الغذائية اللازمة لنمو الولد إلى غير ذلك من الفوائد وحضانة الأم لولدها إلى جانب التناسب بين لبنها وما يحتاجه الولد فيها غذاء روحي كبير يمثله حنال الأم على ولدها الرضيع وهي تحمله وتحتضنه وتقبله ولا يوجد ذلك في لبن صناعي ولا عند مرضعة أخرى إن الأمة تلقن رضيعها نوعا من التربية التلقائية بالمحاكاة وغيرها ينطبع ذلك في نفسه ويستمر معه أمدا طويلا ولذلك يجب أن تكون المرضع على أحسن ما يكون من الوجهة النفسية والصحية والخلقية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر